من واشنطن ينضم علينا كاظم الوائل الباحثة في الشؤون الأمريكية سيد كاظم ما هي فرص نجاح عزل ترامب؟ نعم مساء الخير يا را هناك كثير من الفرص لعزل ترامب وأن كانت المدة قصيرة جدا إذا اجتمع الكونغرس الأمريكي بشقيه وحسب المتعارف عليه الثلثي المقاعد يصوتون هناك كثير من الأعضاء المجلس الشيوخ الجمهوريين وعلى رأسهم بن ساسن وكذلك مترامني وأيضا لينزي جرام الذي غير موقفه تجاه دونالد ترامب الآن هم يعني ربما يكونوا مع الفريق الذي يريد عزل دونالد ترامب عزل دونالد ترامب الآن هو يصب في صالح مايك بينس ومايك بينس بومبيو وكل الذين يريدون أن يرشحوا إلى انتخابات 2024 لأنه إذا عزل قانونيا لا يستطيع أن يرشح نفسه إلى الانتخابات القادمة إذا استقاد يستطيع أن يرشح نفسه إلى الانتخابات القادمة إذا بقيت كونه يصب في مصلحة مايك بينس كما ذكرت هل نتوقع تغيير اليوم في توجه سياسة مايك بينس وولائه؟ نعم حسب ما تقول الأخبار لحد الآن مايك بينس لم يتحدث مع الرئيس منذ يوم 6 يناير يعني هناك مقاطعة فيما بينهم ولكن طريقة التفعيل المادة 25 لا أعتقد أنها مسألة واقعية لأنها تعتبر مؤامرة وتعتبر انقلاب مدني على الرئيس ولذلك مايك بينس وباقي وزراء إدارة ترامب لا يريدون أن يقعوا بهذا الخطأ وستكون سمعتهم تتغير على أنهم متآمرين ضد الرئيس ولذلك مايك بينس الآن يرمي الكرة في ملعب الكونغرس الأمريكوانانسو بلوسي حتى يتتم إجراءات العزل بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بترامب هل يمكن أن تأتي في صالح أو اعتبارها نقطة إيجابية لصالح ترامب نحفظوا أن البعض يصفها بأنها تقييد للحريات نعم هي تقييد للحريات ولكن كانت هناك بعض التغريدات وكانت هناك بعض البوستات من الرئيس ترامب هي تحرض على العنف ولكن هناك دبل ستاندر بما يسموه هناك نوع من النفاق بالمناسبة فيسبوك وتويتر يعني زعماء ومؤسسي هذا هم ديمقراطيين رسميا ديمقراطيين هم يعني تبرعوا إلى حملة جو بايدن ولذلك مزاجيتهم هي دائما ضد دونالد ترامب ولكن هي الازدواجية أنه كثير هناك كثير من الزعماء بالعالم يحرضون على العنف كثير من الزعماء الدينيين يحرضون على العنف الديني أيضا ولم تغلق مواقعهم ويلغو أليس كذلك بالضبط يعني هناك كثير من الازدواجية ولذلك أعتقد دونالد ترامب يستطيع رفع دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي لرفع الحضر على منصاته وعلى حساباته في ضوء اليوم هذه النقطة وضوء كل الأحداث الحاصلة في أمريكا هل نستطيع القول بأن صورة أمريكا الديمقراطية اهتزت أم أن الحديث عن هذه النقطة ما زال بعيدا أعتقد بعيدا يعني المؤسسة الديمقراطية موجودة الأحداث التي تمت كانت شخصية أمزجة شخصية يعني من الرئيس ومن تابعيه ولكن الدستور هو جاري يعني وعرفنا أن من بعد هذه الأحداث ومن بعد دخول إلى مبنى الكونغرس بعدها بالسويعات هذا المجلس واجتمعه ومارسه العملية الديمقراطية المؤسسة الديمقراطية موجودة الكونغرس موجودة الرئاسة موجودة الرئيس ربما يختلف سلوكياتها ولكن هي موجودة يعني الديمقراطية الأمريكية موجودة منذ عهد جورج واشنطن إلى هذا اليوم ليست فيها أي شوائب ولكن الآن أعتقد أن العملية الانتخابية فيها شوائب لأنها تأسست قبل 250 عام يعني تختلف الأمور ولذلك أعتقد أن الديمقراطيين لأنهم الآن يمسكون سلطة الكونغرس والمكتب التنفيذي البيت البيض أعتقد أنهم سيشرعون لقوانين جديدة قوانين انتخابية جديدة وستمرر بكل أرياحية لأن القوانين الانتخابية القديمة أصبحت بالية واصبحت لا تتوافق مع هذا الزمن وبالتالي يعني أنت هنا تتحدث أن ربما مصير الحزب الجمهوري أو مستقبل الحزب الجمهوري السياسي سيتأثر في الفترات القادمة من المؤكد الحزب الجمهوري يعني أصبح ترامبيا أكثر مما هو جمهوريا يعني المؤسسة الجمهورية يعني عمرها تقريبا 150 سنة مؤسسة يعني يعني ولد منها إبراهام لينكن وريغين وجورج الأب والثاني وآيزن هاور أعتقد هذه المرة يعني سيتأثر كثيرا حزب الجمهوري وسيتكون يعني فترة طويلة حتى يلملم جراحة ويعني يبني وأعادت بناء ما تخرب في الفترة فترة دونالد ترامب ولذلك يريدون أن يبعدوا الحزب عن الترامبية وأعتقد الترامبية يعني شبه انتهت من بعد يوم 6 يناير لأنه أصبحت كل الذين يعني يؤيدون ترامب حتى يخجلون لأنه أحداث 6 يناير أصبحت عار على الحزب الجمهوري والترامبيين الحزب الجمهوري الآن هو يحتاج إلى أعادت يعني أعادت تنظيمة والظهور وجوه جديدة شابة يعني لأنهم ميتش موكانل والينزي جرام وتشاك غراسلي يعني تجاوز السبعين في أعمارهم وهم موجودين يعني مخضرمين في الكونغرس الأمريكا أعتقد من الأفضل استقالاتهم وتقديم وجوه جديدة للحزب الجمهوري شكرا جزيلا لك كاظم الوائلي الباحث في الشؤون الأمريكية كنت معنا من واشنطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر